تسعى أجهزة الدولة نحو التوسع في إقامة عدد من معارض أهل رمضان لتغطية كافة المحافظات كما تضخ الحكومة كميات كبيرة من السلع في الأسواق والمعارض والمنافذ السلعية خلال هذه الفترة لتحقيق توازن في الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك في إطار جهود الدولة للتخفيف عن كهل المواطن مع اقتراب شهر رمضان الكريم تتوصل إقامة معارض أهل رمضان ففي محافظة الجيزة انطلقت أولى المعارض من بين الخمسة يتم تجهيزها استعداداً لاستقبال الشهر الكريم خلال أيام لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتغفضات تصل إلى 30% توفر كافة السلع وبأسعار منافسة وبأسعار متقل حوالي 30% على الأسعار المثيلة لها في السوق محافظة الجيزة عاملة خمس معارض مبدعياً ده على مساحة 2000 متر طبعاً زي ما عانتك شايف في الكم الموجود الشركات كلها موجودة شركة قبضة مثلاً في الشركة المصرية في شركة النيل شركة اللحوم شركة الزيت والصابون كل الشركات دي أحد فروع للشركة القبضة طبعاً الشركات دي اللي بيبقى فيها كم مبضاعة ده طبعاً المخزون بتاع مصر يعني تشمل المعارض الجاري تجهيزها بمحافظة الجيزة معرض رئيسي بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية وآخر في منطقة بابا وفي مدينة البدرشين بالإضافة إلى معرضين بمدينة السادس من أكتوبر الزبيب أنا ببيع بأقل من سعر الجملة لأن دي معرض ودخلنا على شهر كريم فيه لازم يعني نحس بالناس المعرض كويس يعني متنوع ومش عارفين إقبال هي بشكل ويهي بس أنا بواسق يعني بفيه إقبال كويس عاملين أحلى تخفضات أفندم هنا في كل حاجة بلح من كل الأنواع الناس تعوزها وعملين تخفضات هيلة يعني إن شاء الله تتضمن المعارض جميع السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية ومنها السكر والأرز والمكارونة والزيت والسمن والبقوليات بالإضافة لمستلزمات شهر رمضان واللحوم والدواجن المعرض يقام على مساحة 2000 متر في حوالي 65 جناح متمثلين في 110 باكية و65 عارض شركات كبيرة أسعار كويسة الدولة تعمل على توفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والاستراتيجية في الأسواق خلال الفترة الحالية والقادمة بشكل مستمر مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة أهلا رمضان وترحي تخفضات على السلع الغذائية تخفيفا على المواطنين أحمد الحسيني التلفزيون المصري